محادي العالي للقضاء الاجتماع الأول للجنة التسيير العليا لمشروع تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن وفي الافتتاح أكد وزير العدل أهمية الاجتماع في تحديد مسار المشروع ورسم ملامح عمل ومتابعة تنفيذ برامجه الطموحة في توفير الإمكانات والأدوات التي تحفظ حقوق الأطفال عند حصول النزاع مع القانون سواء في ساحات القضاء أو دور الرعاية والإيواء مشيدا بأداء القائمين على المشروع والداعمين له من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسف